أن نبقى في هذه السهور الإعلامية يعني ثابتين صابرين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى أو نجتمع في ساحة بني أمية بإذن الله تعالى قرر الرئيس الأمريكي جورج بوشح أن تبلغ به الجنون تخيل بلغ به الجنون أن يقنع طوني بلين وأن يتكلم مع بعضهم من أجل قف مقر الجزيرة في الدوحة وبالتالي أنت جزء من هذه الأركان الثلاثين أنت كصحفي لست صحفي هنا بمعنى والله أنت تعطي فضلة وقتك من أجل الثورة السلام عليكم ودعنا بالأمس الزميل الإعلامي الشهيد بإذن الله محمد عثمان الذي ارتقى على يد عصابات الأسد وفي الحقيقة أن محمد هو حلقة من حلقات مسلسل طويل قائم على استهداف الإعلاميين والصحفيين الذين يوثقون جرائم الطغاة وبمقارنة بسيطة نجد أن النهج نفسه متبع لدى نظام الأسد واليهود فكلاهما له سجل حافل في استهداف من ينقل ويوثق إجرامهم في هذه الحلقة من برنامج 30 دقيقة نتحدث عن هذا النهج المشترك بين كل الأنظمة المجرمة ونبحث في مدى أهمية توحيد الجهود الإعلامية ضد أعداء الأمة كل ذلك مع الكاتب والإعلامي السوري الدكتور أحمد زيدان الذي يسعدنا أن يكون معنا اليوم عبر منصة الزوم أهلا ومرحبا بكم دكتور هياكم الله سيدي يا أهلا وسهلا بداية دكتور يعني أعزيكم ونعزي أنفسنا بارتقاء الزميل محمد الذي نحسبه إن شاء الله من الشهداء عظم الله أجراكم ورحم الله ميتكم وتقبله الله في فردوسه نص الله سبحانه وتعالى أن يثبت المجاهدين وأن ينصر المجاهدين نص الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهيدنا وأن يغفر له وأن يصبر أهله بإذن الله تعالى وأحبابه اللهم أمين دكتور نتحدث اليوم عن استهداف الإخوة الإعلاميين وهذا ليس بغريب على النظام المجرم إطلاقا على مدى أكثر من 12 عاما دعنا بداية نتحدث عن دور الإعلام وأهميته في التوعية بقضايا الأمة ما قام به السوريون ضد هذا النظام المجرم ما يعيشه أهلنا في غزة اليوم دور الإعلام بتصدير القضية إلى الخارج ونقل الصورة الحقيقية عما يحصل في إدلب أو في غزة وبالتالي التوعية بقضايا الأمة بشكل عام يعني أولا كما تعرف بأن الإعلام يلعب الدور الأكبر في وضاع أو في حالات الحروب يعني في حالات الحروب يكون للإعلام الدور الأكبر إن كان في تشكيل الرأي العام الداخلي أو كان في التأثير على الرأي العام للاحتلال أو للطغاة أو للاستبدال وبالتالي الإعلام هنا يلعب دورين الدور الأول في تحفيز الشعوب في تحفيز الثوار في تحفيز حاضنته من أجل الوقوف أمام الطغاة أو أمام المحتلين ويلعب دورا أكبر أيضا في التأثير على الاحتلال وهذا ما رأيناه الآن في فلسطين بأن الإعلام يلعب الدور الأكبر في نقل إن كان المظاهرات التي تجري في نيويورك أو تجري في واشنطن أو في سيدني أو في لندن أو في باريس أو حتى في تل أبيل وبالتالي مثل هذا النقل الحي المباشر به هذه المظاهرات يؤثر بشكل كبير جدا في الرأي العام الصهيوني الرأي العام الاحتلال الصهيوني ولذلك نرى الآن بأن الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الأمريكي أيام الاحتلال الأمريكي لبغداد الاحتلال الأمريكي أيام الاحتلال الأمريكي لأفغانستان قد طاشت سهمه قد يعني حقيقة بدأ يتصرف بشكل فقد توازنه حتى كدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لازلت أذكر تماما يوم قصف مكتب كابول في 2001 إنما دخل القوات الأمريكية أفغانستان باعتبار أن الجزيرة كانت القناة الوحيدة التي غطتها الشأن الأفغاني يومها وبالتالي كانت مثل هذه التقطية تؤثر بشكل كبير جدا في شهد النفوش شهد المعنويات إن كان في الحاضن الأفغاني أو الحاضن العربية أو الحاضن الإسلامي بشكل عام وبالتالي تؤثر على صورة الولايات المتحدة الأمريكية يومها أو كانت تؤثر على الرأي العام الأمريكي نفس الأمر حصل يوم دخلت القوات الأمريكية إلى بغداد ويومها كانت تذكر عندما قصف مكتب الجزيرة في بغداد اليوم أنا باعتقادي أن النظام السوري والاحتلال الروسي واحتلال إيراني يدرب تماما أن المعركة معركة حقيقة معركة هي تشكيل رأي عمو المعركة حقيقة معركة إعلام ولكن في المقابل على الاحتلال على أي شخص ألا يكسر المرآة إذا لن تعجبه صورته في المرآة يعني أنا في الأخير كإعلام والإعلام هو عبارة عن ناقل للحقيقة وللواقع وعندما لا ينقل الحقيقة والواقع وعندما يزيف الحقيقة والواقع هذا الإعلام يرميه الآخرون وبالتالي أنت عندما تقدم على قتل إعلامي على قتل الرسول أنت تريد أن تقتل الرسالة ولكن حقيقة هذا الأمر بالعكس الأمر الذي يحصل هو يكون له مفعول عكس تماما نحن رأينا كثير من القانوات الفضائية عندما تقدم الشهداء عندما تقدم الضحايا بالعكس تماما تزداد شعبيتها ويزداد تأثيرها في الرأي العام هذا حصل تماما إن كان على مستوى الثورة السورية أو على مستوى الجزيرة أو على مستوى فضايات أخرى ندرك تماما هذا النظام هذا نظام دموي نظام لا يؤمن بأي شيء اسمه حربية الرأي ليس فقط نظام بشار أسد نحن عشنا مرحلة الطاغية المقبور حافظ أسد لازلت أتذكر تماما يوم قتل سليم اللوزي في لبنان يعني يوم أحرق يده فرق يده وقطع لسان بعضهم وإنما كان يريد أن يرسل رسالة واضحة بأنه غير مسموح أن تتكلم عن هذه الطائفة المجرمة القاكلة نفس الأمر عندما كان صحيفة السياسة الكويتية يعني تعطي بعض الأخبار ذات المصداقية في الثمانينيات ذهب إلى لندن وإلى كويت وفجر مبنى السياسة الكويتية والأسف الشديد نجد الآن هذا العجوز أحمد جارا الرئيس تحريف السياسة الكويتية كيف يتزلف إلى هذا المجرم بشار أسد بينما كان في تلك الفترة يعادي أبعه تماما دكتور قبل يوم أو يومين قرأت إحدى كتاباتكم تتحدث على أنه إبلاغ الكيان الصهيوني لبعض الوكالات الإعلامية العاملة في فلسطين بأنها يعني غير مسؤولة عن سلام الطواقمها هذا يذكرك باستهداف يعني مكتب الجزيرة في العراق وفي أفغانستان يعني وجهة النظر أو دعنا نقول يعني الذي دفعك لهذه الكتابة أنا بأعتقد من هكذا وكالات إعلامية حتى لو كانت يعني موالية للغرب ودعنا نقول تبتعد عن الموضوعية يتم استهدافها الطغاة يصلون إلى هذا الحد نعم أنا بأعتقد في حال الحروب الاحتلال يفقد توازنه تماما حتى لو كانت دولة كبرى ولذلك أنا من عندما نشرت هذا الكلام وكاة رويترز وكاة فرانس بريس بأن الكيان الصهيوني هدد مراسلي رويترز وفرانس بريس بأنه لن يضمن سلامتهم هذه كانت إشارة أنا بأعتقد بالنسبة لي خطيرة جدا وخطيرة خطيرة جدا بأنه الآن يطالب الصحفيين بمغادرة المنطقة وبالتالي حتى يستطيع أن يقوم بالمجزرة بدون أي شهود بدون أي مراسلين بدون أي كاميرا يعني قتل بلا كاميرا قتل بلا أضواء قتل بلا رأي عام قتل يعني مذبحة كاملة متكاملة الأركان وليس هناك شهود على هذه المنطقة أنا باعتقد عندما سنت هذا الكلام كان مرعد بالنسبة لي وبالتالي مباشرة بعد إذا تذكر قطعوا الانترنت عن المنطقة وكانت هذه الجريمة الثانية ثم حصل إذا تذكر بأن تسربت معلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على قناة الجزيرة من أجل تخفيف حدة الطرية كما سموها على الأحداث في فلسطين رفضت الجزيرة في ذلك الوقت وكانت الرسالة مباشرة بعد ساعات بأن يقتل أولاد وائل الدحدوح وكانت رسالة واضحة بأننا نحن ماضون في استهداف العائلة اللي لم نقتل أو إن وفرنا الصحفيين الآن وهذا ما قاله وائل الدحدوح تعتبروا استهداف متعمد لعائلة وائل الدحدوح أم أنه من جملة القصف كان؟ أنا أرجح أنه استهداف مباشر بأنه كما تعرف أن الاتصالات في فلسطين انتصالات مباشرة وتسطر عليها الكيان الصحيوني بشكل واضح والزميل والأخ العزيز وائل الدحدوح كان يتصل بأهله بشكل يومي أو بشكل كل يوم أكثر من مرة وبالتالي هم يعرفون أين تقيم عائلة الدحدوح أو غير الدحدوح أنت لاجب أن نتذكر بأن القطاع غزة كله 360 كلمة مربعة بالتالي إذا دولة مثل الكيان الصحيوني لا تعرف أين يسكن فلان ويسكن فلان وأنت تعرف عندما كانوا يقتلون أحد كانوا حتى يطلبون من إخلاء المباني وكل هذه التفاصيل وبالتالي أنا باعتقادي أن كانت القضية مستهدفة وهذا الأمر ليس غريب هذا الأمر استودي في مكتب الجزيرة في بغداد استودي في مكتب الجزيرة في كابول ثم قرر الرئيس الأمريكي جورج بوشح حتى بلغ به الجنون تخيل بلغ به الجنون أن يقنع طون بلين وأن يتكلم مع بعضهم من أجل قف مقر الجزيرة في الدوحة وبالتالي هذا يفسر لك الجنون الذي قد يصل به رئيس دولة أظمى يعني أن يذهب ويضرب محطة فضائية في دولة موالية له في دولة حليفة له في دولة له قواعد عسكرية تنطلق طائراته منها لتضرب في أفغانستان أو تضرب في العراق لك أن تتخيل حجم الجنون الذي وصلت به مثل هذا الحالة للرئيس الأمريكي يومها جورج بوش وأيضا يؤشر لك على مؤشر خطير بأنه إلى أي مدى بلغت الجزيرة في التأثير على الرأي العام الغربي جزيرة والإعلام بشكل عام دكتور حقا يعني عفوا الرسالة الإعلامية بشكل عام يعني الجزيرة أو حتى الرسالة الإعلامية بالكامل كم هي مؤثرة على مسار الحروب بنقل الجرائم يعني جرائم الطغات نعم بكل تأكيد يعني هذا التأثير من أبلغ التأثير يعني كما قاله له كما قال الشاعر من قبل جراحاته السنان لها التئام ولا ينتقل مجرح اللسان فقضيت اللسان عندما يكون يعني لذلك نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجهم وجبريل معك وتخيل أن سيدنا حسان بالثابت الجهد الرهيب الذي كان يبذله في قضية إجاء المشركين لأنه كان أيامه وزير إعلام بمثابة وزير إعلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أنا أعتقد أن الحروب ولذلك عندما يقولون بأن كثير من الإعلاميين كثير من وسائل الإعلام بشكل عام إنما تبرز وتظهر وترتفع في حالة الحروب ليس في الحالة السلمية لأن الناس في حالة الحروب كلها متسمرة أمام الشاشات كلها متسمرة أمام الكيبورد وبالتالي عمله الاقتصادي مرتبط بالحرب المزارع العالم كله مرتبط يعني مرتبط بهذه الحرب وبمصير هذه الحرب ولذلك العالم كله يكون مشدودا إلى الحرب ولذلك القنوات الفضائية والإعلاميون أكثر ما يبرزون في خلال سنوات الحرب وهذا الأمر واضح أمامنا نحن كثير من صحفين الذين غطوا الحروب هم أكثر من ناس شهرة وأكثر من ناس يعني معرفة يعني من قبل الناس له تماما دكتور يعني عندما أتحدث عن ربما موضوع القانون الدولي اللي بتنا نعرف على أنه للأسف لعبة يعني لا يطبق إلا على الشعوب الضعيفة ماذا عن موضوع القانون الدولي بالنسبة للصحفيين والإعلاميين وأنت لك باع طويل بهذا الموضوع يعني الأنظمة ألا يعني ممكن أن يقف ولو بالإسم ممكن أن يتم راعات قانون أنه هذا يعني صحافة بريس يريد أن يغطي أم أنه هذا الأمر عبارة عن حبر على ورق كما يقال وأنت عاشت هذا الموضوع هذا كلام موجود في الكتب أولا وأخيرا هذا موضوع في الكتب موجود في القوانين وتستطيع أن تكتب ما تشاء ولكن عندما يخرج رئيس دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية كجورج بوش مثلا وبين قوسين هو عضم في مدنس الأمن الدولي للحفاظ على الأمن والسلام الدولي يعني ويقوم باستهدام بشكل مباشر لمكتب الجزيرة في بغداد أو مكتب الجزيرة في كابول أو عن نيته لضرب مقر الجزيرة في الدوحة فهذا خيل أن القانون الدولي ما الذي يفيد هذا القانون الدولي كله بعد أن تقتل الإنسان وتمشي في جنسته أو ربما الآن بكل وقاح على حتى لا يمشون بجنازته وإنما يتفاقرون بأنهم قتلوا ما الذي؟ أنا أعتقد أن الذي يفيد في هذه اللحظة حقيقة هو المهنية والاحترافية والموضوعية والحيادية للصحفي بقدر ما يكون الصحفي مهنيا على مستوراقي جدا يكون قتله أصعب وبالتالي يكون إحراج للمؤسسات السياسية حتى تبني القضية لاحظنا الزميل وائل دحدوح بعد يومين من وفاة بعض أفراد عائلته عاد ليظهر على شاشة الجزيرة ليكمل رسالته نعم هذه نقطة مهمة جدا وأنا كتبت سينشر لي مقال غدا في هذا الموضوع أنا أعتقد أن الصحفي عندما تقتل زوجته أو تقتل أمه أو يقتل أخه يعني ليس عنده شيء يخسره أولا يشعر الصحفي حينها بأن الطريق الوحيد ليستطيع أن ينتقم من قاتله قاتله وقاتله زوجته هو الشاشة يعني أنا لا أستطيع أن أنتقم إلى الإسرائيلي بحمل السلاح أنا أستطيع أن أنتقم إلى الإسرائيلي اليوم بشكل كبير جدا عندما أظهر على الشاشة وبالتالي أرسل رسالة واضحة للكيان الصيوني بأنك لم تستطع أن تثنيني عن تغطيتي لأن الهدف الأساسي والرسالة الواضحة التي كانت للكيان الصيوني يرسلها إلى الجزيرة أو إلى ولدهدوه أو غير ولدهدوه بأن لا نريدك أن تكون على الشاشة لا نريدك أن تغطي جرائمنا اليوم أقول لك أنا أنا ها أنا ذا أنا على الشاشة وأنا سأغطي جرائمك وسأفضحك وبالتالي هذه أنا باعتقاد نقطة مهمة جدا النقطة الأهم أيضا حقيقة بأن الصحفي والإعلام عادة ما يكون في داخله شيء يقول له أنت البطل أنت بطل الفيلم وبالتالي بطل الفيلم لا يمكن أن يموت في أول الفيلم بطل الفيلم ينبغي أن يموت في آخر الفيلم وبالتالي حتى يروي الحكاية ولذلك يعني كل صحفي فينا يشعر هذا الشعور في الحرب بأنه هو لن يموت أول واحد وبالتالي عندما حصل ما حصل للزميل والدهدوه أو لغير والدهدوه أنا باعتقاد أن الطريق الوحيد أمامه لينتقم هو أن يبقى في الثغر الذي يقاتل من خلاله تماما تماما بارك الله بكم دكتور اسمح لنا دكتور أن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لنكمل ابقوا معنا متابعينا نخرج في هذا الفاصل ونعود لنكمل من جديد حياكم الله مرحبا بكم من جديد متابعينا مرحبا بك دكتور حياكم الله سيدي حياك الله دكتور يعني لو عدنا إلى هنا إلى الشمال السوري بعد أن تحدثنا عن الرسالة الإعلامية وأهمية الرسالة الإعلامية في نقل الحقيقة عما يرتكبه الطغاة من جرائم بحق الشعوب البريئة بالأمس تم زف الأخ والزميل الإعلامي محمد عثمان والذين حسبه إن شاء الله من الشهداء لاحظت هذا الانتشار الكبير حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي دعنا نتحدث على أنه لا بد أن يكون دم محمد عثمان نور ونار في طريق الصبر والنصر وحلقة من حلقات المسلسل الطويل من استهداف الإعلاميين والصحفيين سواء هنا في سوريا أو حتى في غزة أو في أي منطقة أخرى من مناطق الصراع حول العالم وخاصة ضد المسلمين يعني بكل تأكيد أن هذا النظام المجرم لا يفرخ بين إعلامي وغير إعلامي ربما الإعلامي يكون له الأولوية بالنسبة لهذا النظام المجرم كما رأينا من قبل أيضا عند مقتال محمد الحراني مراسل الجزيرة في جنوب السورية واقتال عشرات الإعلاميين السوريين أو اختطفهم أو عذبهم أو هجرهم وبالتالي هذا النظام المجرم منذ البداية أكبر عدو له هو الإعلام هو أكبر عدو له هو نشر الأخبار وفضحه وتعريته والتشهير به وأنا أعتقد أن ما قام به الزبيل محمد عثمان وما قامت به مؤسسته وما يقوم به الإعلامي من أمثالكم في راديو الثورة وفي كل المنابر الثورية وفي كل الثهور الثورية التي تناضل وتقاتل من داخل أراضي المحررة أنا أعتقد بأنه سيسجل التاريخ من أحرق بالنور بأن هذا الجهد الذي تقوم به لا يقل عن الجهد الذي يقوم به الأبطال المجاهدون في الثور ضد النظام المجرم بأن هذا العمل الذي يقوم به من هو في الثور أثناء القتال إذا لم يتم عكس أعمالهم على شاشاتنا وإذا لم يتم عكس هذه البطولات على مواقعنا التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام أنا أعتقد أن النظام سيكون في حالة ربما منزعج ولكن الحالة التي وصلت إليها من حيث تجيش الرأي العام من حيث الضغط على الحاضنة الاجتماعية التي لديه أمر لا يحتمل بالنسبة لهذا النظام وهو نظام كما تعرف بأنه نظام استبداد وحادي الرؤية لا يستطيع أن يؤمن برؤية الرؤى المتعددة أنا أعتقد أنه خلال الثورة السورية أنتجت الثورة السورية بفضل سبحانه وتعالى مفصل إعلام مهم جداً وأنتجت إعلاميين حقيقة ترفع لهم القبعة يكفيهم فقراً بأنهم بقوا في الساحة السورية ويكفيهم فقراً بأنهم ظلوا مع إقوانهم يقاتلون على ثغر من السور الشامية وهذا الأمر أنا أعتقد لوحده كافي أن يزعج ويقلق هذا النظام المجرم وبالتالي حقيقة الصراخ على قدر الألم عندما يقدم هذا النظام المجرم على استهداف زميل من زملائنا هذا دليل على قوة رسالتك هذا دليل على قوة إعلامك وبالتالي يجب أن نستمسك بالمهنة رقم واحد ويجب أن نستمسك بالرسالة لا بد أن نكون إعلاميين رساليين بحيث نخدم رسالتنا نخدم أهلنا نخدم محررنا نخدم ثورتنا تماما موضوع الاستمراري دكتور يعني استمراري على هذه الرسالة يعني نكمل مسيرة محمد عثمان رغم أننا يعني كلنا قد نتعرض لما تعرض له محمد عثمان ولكن بعد 12 عاما يعني ضرورة الصبر على هذا الأمر والاستمرارية به إلى أي مدى وأنت عايشت ربما يعني حروب طويلة في مناطق أخرى من العالم إلى أي مدى هو مهم موضوع الاستمرارية في إحباط الطرف الآخر يعني أنت رغم كل ما يحصل معك فأنت مستمر مهما تم من قتل وإجرام أنت مستمر أنا عندما أستذكر الأجر الكبير الذي بإذن الله تعالى وعدنا الله سبحانه وتعالى إياه بإياه الذين جاهدوا كما فقف جاهدوا المشركين بألسينتكم يعني تخير أن اللسان والسنان والمال يعني هم الأركان الثلاثة لأي عمل ثورة جهادة ضد هذا النظام المجرم وضد غيره من الأنظمة المجرمة والطابوتية والاحتلالية وبالتالي أنت جزء من هذه الأركان الثلاثة أنت كصحفي لست صحفي هنا بمعنى والله أنت تعطي فضلة وقتك من أجل الثورة أنت رقن ركين ورقن أساسي في هذه الثورة وبالتالي أنت قيامك بواجبك هذا تثبيت للثورة تثبيت للكيان السني تثبيت لخمسة ملايين سني في الشمال السوري المحرر وبالتالي أنت عندما تنطق لا تنطق باسمك الشخصي ولا تنطق باسم المؤسسة الإعلامية التي تقوم بها وبالتالي يجب أن تدرك أولا قيمتك عند خمسة ملايين سني قيمتك عند من ترسل رسائلك إلى الخارج وإلى الحاضنة عند هذا النظام المجرم ويجب أن تستشعر أن من قضوا من إخوانك ومن زملائك ومن أحبابك على هذا الطريق من العار ومن الخذلان أن تخذلهم وتتركهم في منتصف الطريق وبالتالي هذه الأرواح، هذه أرواح الشهداء هذه أرواح الذين رحلوا عنا يعني يوميا وكل ساعة يؤكد ويطلب منا أن نبقى على هذا الطريق مستمسكين بمهنيتنا، بحرفيتنا ومستمسكين برسالتنا التي عهدنا الله سبحانه وتعالى عليها وعهدنا شعبنا السوري عليها بأن نبقى في هذه السهور الإعلامية يعني ثابتين، صابرين، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى أو نجتمع في ساحة بني أمية بإذن الله تعالى في المسجد الأموي محررا من قيد الطائفين إن شاء الله حياكم الله دكتور أتحدث عن موضوع حدث استشهاد محمد عثمان أن لا يمر مرور الكرام إلى أي مدى هو مهم هذا الحدث أن يدفعنا لضرورة التكاتف وتوحيد الجهود الإعلامية ودعني أسميه استنفار إعلامي وتصدير قضية ربما دعنا نقول حدث محمد عثمان يعني رغم أنه استشهد الكثير ولكن مثل هذا الظرف أن نصدر قضيتنا تصديرا حقيقيا لهذا النظام المجرم كيف يستهدف كل شيء وخاصة الإعلاميين خاصة بمثل هذا الظرف يعني وخاصة بما يحصل مع غزة اليوم يعني أنا باعتقادي أن أخ محمد عثمان ورحيله عنا في هذا الوقت العصير خصوصا وأنه كان من من يقتحم الأهوال ومن يغطي الجانب العسكري وهو كما تعرف قليل في الجانب الإعلامي من يغطي الجانب العسكري ويغطي جانب العمليات العسكرية والجبهات ويقوم حقيقة بدوره بشكل ربما يتمناه أي صحفي أو أي إعلامي ولذلك أنا باعتقادي أن التأكيد على السير على نفس الطريق أن نستطيع أن يكون هناك عندنا أكثر من محمد عثمان وأن يقتحم الأهوال كما اقتحمها هو من قبل وأن حقيقة أن نسارع نحن كإعلاميين كل من عرف محمد عثمان أن يكتب عن محمد عثمان عن الجانب الأخلاقية عن الجوانب المهنية لأنه حقيقة جذء من الوفاء لهذه الذكرى أن نكتب عن زملائنا للأسف الشديد أنا واحد الناس لا أعرف الكثير عنه وبالتالي ربما الكثير من إخواننا يعرفون عنه ولذلك المسارع إلى الكتاب عنه لقاء أحبابه لقاء زوجته لقاء أولاده لقاء أقاربه لقاء الإخوة الذين عاشوا معه أنا باعتقادي هذا جزء من تخليط الذكرى وجزء من إغاثة الكافرين وإغاثة المجرمين وإغاثة القتلة بأن نحي سيرت من أزعجهم ومن أقض مطجعهم وهذا الأمر أنا باعتقادي يجب أن يكون على رأس أولوياتنا بالإضافة إلى أن يجب حقيقة يعني أنا متأكد أن الإخوة لن يقصر ولكن تذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين يجب أن نهتم بعائلة الأخ محمد عثمان وأن حقيقة نهتم بأولاده كما لو أنه بيننا لأنه هذا جزء من الوفاء لأنك إعلاميين أو جزء من الوفاء للمؤسسة الإعلامية التي كاملنا يعمل معها محمد عثمان وأنا حقيقة أقول في هذا الصدد بأن أعمار الطغاة قصيرة وأعمار الاحتلالات قصيرة وأعمار الجبناء قصيرة ولكن يعني الثابت والصاحب العمر الطويل في الدنيا والآخرة هم هؤلاء الأبطال الذين تركوا أحسن الذكر وأحسن الأسماء وتركوا يعني ذكرهم بإذن الله تعالى سيكون باقين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى حياكم الله دكتور أختم معكم دكتور برسالة تعزية نوجهها إلى جميع أهالي الشهداء الإعلاميين وبالخصوص زميلنا محمد عثمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في إعلاميين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض المحرر خيرا منه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر زوجته وأولاده وأحبابه وإخوانه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا من الإعلامين الذين رحلوا عن هذه الدنيا ولم يروا سقوط هذه العصابة الطائفية المجرمة نقول لهم بإذن الله نحن إخوانكم وزملائكم على الخط وعلى الطريق سائر بإذن الله حتى نجتمع في ساحة بني أمية محررا من قيد الطائفيين أو نلقاه بإذن الله تيفر دوسه بإذن الله مع نبينا وصحابتنا وإعلامينا وشهدائنا وكل محبين وإخواننا في جنة عضوها السماوات والأرض بإذن الله اللهم أمين اللهم أمين لم يبقى لي إلا أن أشكرك الدكتور أحمد زيدان الكاتب الإعلامي السوري كنت معنا عبر منصة زوم بارك الله بكم دكتور بارك الله فيكم أكرمكم الله كتب الله وأجركم متابعين أكيد يعني عزاؤنا الحار لذوي الشهيد محمد عثمان كل العزاء أكيد لنا جميعا هنا في الشمال المحرر انتظرونا في حلقات قادمة لكم التحية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر